اكتمال الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من الهجوم الاسرائيلي على جنين والهلال الاحمر يجلي ثلاثة الاف شخص من المخيم مقتل تسعة فلسطينيين واصابة العشرات في هجوم اسرائيلي شامل يستهدف مدينة جنين ومقومات الحياة فيها ردا على الهجوم الاسرائيلي القيادة الفلسطينية تعلق التنسيق الامني واتصالات مصرية مكثفة لوقف العملية اشتركوا في القناة ثم اذا مشاهدين الكرام اذا نكمل وإياكم هذه التغطية للعملية العسكرية التي تشلها اسرائيل على مخيم جنين وذلك بالتأكيد بعد ليلة امس في او استعدادا لبدء المرحلة الثانية اذا ليست هذه هي المرة الاولى التي تقدم فيها السلطات الاسرائيلية على عملية اجتياح لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بهدف تدمير البنى التحتية للنشاط المسلح للمنظمات الفلسطينية على اطراف مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة تفوح رائحة البارود وسط عملية عسكرية اعادت الى الاذهان اجتياح المدينة والمجزرة التي ارتكبت فيها عام الفين واثنين مسؤولون اسرائيليون اكدوا ان الاهداف المرجوة من عملية جنين لم تتحقق حتى الان مشيرين للاستعداد ليوم ثاني من المعارك فيما قال وزير الدفاع الاسرائيلي ان قواته متأهبة على الجبهات كافة ومستعدة لأي سيناريو الجيش الاسرائيلي قال ان العملية في جنين وفي مخيمها مستمرة وليست محددة بجدول زمني وزارة الصحة الفلسطينية قالت ان تسعة فلسطينيين قد قتلوا واصيب ثمانية وعشرون اخرون بينهم ثمانية بجروح خطيرة بدورها افادت بلدية جنين بتدمير الخطوط الرئيسة لشبكة المياه ومنع تواقمها من العمل على اصلاحها داعية السكان في جنين وفي مخيمها الى ترشيد استهلاك المياه وقد نزحت ونزح الكثير من العائلات الى بلدية جنين والى المستشفيات والجمعيات القريبة بعد طلب الجيش الاسرائيلي باخلاء المنازل هاي الجيش قاعدين نطلع بيخلوك اخلاء كامل اخلاء كامل هاي يلا بس بدل ازلع نجموع عشان نساعدهم تم اخلاء بيوت حالية حطرها في بردية جنين الى ذلك فقد رصدت الحدث لحظة خروج عدد كبير من العائلات الفلسطينية من مخيم جنين في وقت اعلن فيه الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمه قد اخلت اكثر من خمسمائة عائلة من داخل المخيم ما يقرب من ثلاثة الاف شخص كاشفة عن صعوبة في التنقل داخل المخيم بسبب الطرق المغلقة جراء الدمار طلع يا الله طلع كل اهل المخيم اذا مباشرة من رامالله ووقوفا على اخر الحيثيات والمسجدات ينضم الي مراسل الحدث عبدالحفيظ جعوان عبدالحفيظ يعطيك العافية لعلنا نقف اذا على اخر التطورات جاءت الاخبار والانباء لتشير بان العملية الثانية او المرحلة الثانية من هذه العملية العسكرية الاسرائيلية قد بدأت فعلا على مخيم جنين نعم بالفعل نحن الآن قبلت مخيم جنين على الجهة الشمالية من المخيم وكان هناك تواجد كبير للقوات الاسرائيلية هنا عند هذا المدخل الذي خرج منه الالاف من الفلسطينيين الهلال الاحمر الفلسطيني يتحدث عن ثلاثة الاف مواطن تم اخلاؤهم من المخيم وذلك بعد ان ضاقت عليهم الحياة بما رحبت وتم اقتحام بيوتهم وانذروا من قبل الجيش الاسرائيلي بان مسئولية حياتهم ستكون على عاتقهم في حال بقيوا في المنازل وبالتالي النساء الاطفال الشيوخ الطروا لاخلاء منازلهم في العديد من الاماكن وكان هناك نداءات عبر سماعات المساجد للمواطنين لإواء هؤلاء النازحين عمليا الان الامور هادئة الى نوعا ما نسمع بين الفينة والاخرى اشتباكات واطلاق نار طائرات بدون طيار تكاد لا تفارق السماء ونسمع ايضا اصوات انفجارات بين الفينة والاخرى شبا فلسطينيون يحاولون القاء بعض العبوات محلية الصنع على المركبات العسكرية الاسرائيلية التي عمليا جرفت معظم مداخل المخيم وعزلته عن المدينة ربما يعني توطيئة للمرحلة الثانية من الهجوم ما زالت بعض الحارات داخل المخيم لم يتمكن الجيش الاسرائيلي من دخولها وخصوصا حارة الدمج وايضا منطقة وسط المخيم التي تحصن بها المقاتلون الفلسطينيون ما زالوا يعني يطلقون الرصاص ويواجهون القوات الاسرائيلية التي تحاول اقتحام المخيم وربما ذلك يعني ان اسرائيل قد تستعين بالدبابات للدخول داخل المخيم الجانب الاسرائيلي اعلن العثور على اكثر من مكان لتصنيع العبوات الناسفة وقال انه تمكن من تطيل عشر عبوات ناسفة كبيرة للحجم تزن من 30 الى 40 كيلو جرام وان الهدف واحد من الاهداف لهذه العملية وهو تعطيل مثل هذه المشاغل وانهاء موضوع صناعة المتفجرات داخل المخيم يعني قد تم تحقيقه الى حد كبير يبقى الهدف الثاني وهو انهاء الوجود المسلح للفلسطينيين داخل المخيم وهذا يعني ان العملية العسكرية الاسرائيلية ستتواصل رغم ان هناك ضغوط كبيرة على الجانب الاسرائيلي بأن لا يطول امد هذه العملية وخصوص ان الجانب الاسرائيلي كان قد اعلن انه لا ينوي البقاء داخل مدينة او مخيم جنين وان هناك اهداف للعملية سوف يحققها ثم ينسحب من المخيم طيب عبد الحفيظ عندما نتحدث عن مرحلة ثانية من هذه العملية العسكرية الاسرائيلية يعني في ضوء الاشارات وفي ضوء الاحداث السابقة او ما شهدته مخيم جنين سابقا او حتى المدن الفلسطينية الاخرى وقطاع غزة ما الذي نعنيه بمرحلة ثانية هل نتحدث عن اقتحامات ذات مستويات اكبر هل نتحدث عن عتاد عسكري اسرائيلي مستخدم اكثر لانه ايضا الاخبار كانت قد اشارت الى انه طيران الاسرائيلي قد استخدم المسيرات العسكرية الاسرائيلية كانت قد استخدمت في مخيم جنين هذا يعني المرحلة الثانية يعني دخول كافة بيوت المخيم واخراج من فيها واعتقال من تريد اعتقاله اسرائيل وتصفية من تريد تصفيتهم داخل المخيم المرحلة الاولى بدأت بقصف كبير من الطائرات الاسرائيلية داخل المخيم غير مسبوك منذ نحو عشرين عاما ثم دخلت الجرفات الاسرائيلية بعداد كبيرة وقامت بتجريف محيط المخيم وعزله عن خارجه لمنع الدخول والخروج منه واعاقت توصول امدادات الى المقاتلين داخل المخيم ثم قامت باخراج عدد كبير من المدنيين مع ان هناك عدد اكبر ما زالت موجودة في المخيم نحن نتحدث عن نحو ثلاثين الف فلسطيني يقتنون مخيم جنين وبالتالي اذا خرج ثلاثة الاف فهذا يعني انه سبعة وعشرين الف فلسطيني ما زالوا موجودين داخل المخيم كان هناك اقتحامات لعشرات الشكك السكنية وعشرات المنازل في محيط المخيم تم اجراء تحقيقات ميدانية مع اهالي هذه البيوت وهناك عمليات اعتقال واسعة ايضا ولكن ما زال هناك بعض المقاتلين في بعض الاحياء داخل المخيم ما زالوا يتحصنون ويواجهون القوات الاسرائيلية التي لا تستطيع الدخول المرحلة الثانية تعني ان اسرائيل ستدخل كافة مناطق المخيم وسوف تقوم بتفتيش المنازل واحدا تلو الآخر واعتقال من تريده داخل هذه المنازل طب عفوا عبد الحفيظ ايضا ضمن الاخبار التي وردت كان هناك نفي للجيش الاسرائيلي بان اسرائيل لم تطلب اخلاء المنازل في مخيم جنين في الوقت الذي كانت هناك ايضا مجموعة من الاخبار التي اشارت الى انه قد طلب فعلا صراحة وقولا واحدا بخروج الفلسطينيين الذين يقتلون المخيم من منازلهم حيثيات ذلك حيثيات هذه التصريحات هو يعني حسب التقينا في بعض الذين خرجوا هنا يعني اسفل هذا المكان اصلا كل الذين خرجوا خرجوا من هذه المنطقة من المنطقة الشمالية باتجاه هذا المكان باتجاه مدينة جنين والتقينا في بعضهم وقالوا لنا ان الجيش الاسرائيلي دخل الى بيوتهم واخبرهم ان بقاءهم داخل هذه البيوت وداخل هذه الاماكن يشكل خطرا على حياتهم وهذه الرسالة فهمها الناس بشكل منطقي وشكل طبيعي انه دعوة للخروج من المنازل رغم ان الجيش الاسرائيلي لم يطلب بشكل مباشر ولكن بشكل غير مباشر وربما طلب اخلاء هذه المنازل بشكل مباشر هذا سيضع الجيش الاسرائيلي في حرج دولي كبير وقد يعتبر ذلك جريمة حرب باجبار الناس على اغلاق منازلهم والخروج والنزوح وبالتالي كان هناك طلب بشكل غير مباشر من الناس واجبر الناس على الخروج من منازلهم وايضا الظروف المحيطة عدم وجود كهرباء عدم وجود ماء اطلاق الرصاص من خلال القناصة على اي شيء يتحرك داخل هذه المنازل كل ذلك كان يعني ضغوط لاجبار الناس على اخلاء هذه المنازل عبد الحفيظ يعني وان كان سؤالا متعلقا بنفسية المواطن الفلسطيني تقول انه يعني ثلاثون الف مواطن يقتنون في هذا المخيم خرج ثلاثة الاف بقي سبعة وعشرون الفا في المخيم هل يفضل المواطن الفلسطيني البقاء في منزله او ان يواجه الموت على عيد الجيش الاسرائيلي ورصاص الجيش الاسرائيلي ومدرعاته على ان يخوض تجربة النزوح والتهجير يعني موضوع النزوح والتهجير وتحديدا في المخيمات امر حساس وكبير جدا بالنسبة الفلسطينيين هذا المخيم اصلا معظم سكانه ممن نزحوا من بيوتهم ومنازلهم وقراهم عام ثمانية واربعين وسبعة وستين وبالتالي تجربة النزوح واخلاء المنازل كانت مريرة وان كان الامر مختلفا هذه المرة ولكن مجرد ترك المنزل والخروج يعني هذا امر حساس جدا بالنسبة الفلسطينيين ولكن مع وجود خطر الموت المحدق والخطر الحقيقي نتحدث عن عدد كبير من الاصابات والمواجهات لا تجد بعض العائلات مناصة من الخروج وخصوصا النساء الأطفال الشيوخ الكبار في العمر هؤلاء لا يستطيعون الصمود داخل يعني في بعض المنازل نتيجة للأعمال العسكرية الكبيرة التي تحدث وبالتالي بعض الناس يفضلون الخروج من المخيم يعني الحفاظ على حياتهم ويعني استعدادا للعودة ربما بشكل قريب إلى مخيمهم وان كان اصلا المخيم ظروف العيش فيه يعني ليست مشجعة بشكل كبير الظروف صعبة للغاية داخل المخيمات سواء مخيم جنين أو بقية المخيمات الفلسطينية ولكن هو البيت الوحيد وخصوصا مخيم جنين أصلا عاش هذه التجربة قبل نحو عشرين عاما عام الفين واثنين خلال معركة مخيم جنين التي يعني كانت مشابهة إلى حد كبير لما يحدث اليوم عندما دخلت الجرافات وقامت بتقسيم المخيم إلى مكعبات أو إلى حارات متفرقة وأجبرت خلالها العديد من المسلحين على المغادرة وتقامت بقتل نحو خمسة وخمسين فلسطيني خلال المواجهات الدامية التي حدثت في ذلك الوقت هذه كانت تجربة مؤثرة كثيرا لدى الفلسطينيين في جنين وتركت أثرا كبيرا حتى يعني بعض المنازل في جنين أصحابها فضلوا عدم ترميمها والحفاظ على آثار الإطلاق الرصاص وإطلاق القذائف التي عشتها المنازل قبل عشرين عاما كذكرى لتوريثها للأجيال التي يعني اللاحقة وبالتالي مخيم جنين تحديدا يختلف عن بقية المخيمات الفلسطينية بالتركيبة السكانية بحالة المقاومة الموجودة داخل المخيم التي انعكست على كتيبة جنين تلك الكتيبة التي تمثل كافة الفصائل الفلسطينية والتي لم تتأثر بشكل مباشر بالانقسام الذي حدث بين الفلسطينيين نسمع بين الفئينة والأخرى كما قلت زخات من الرصاص يقوم بإطلاقها مقاومين فلسطينيين على بعض الأليات العسكرية الإسرائيلية شكرا جزيلا إذن مراسأ الحدث عبد الحفيظ جعوان وبالتأكيد نقف على كل التطورات في خضم هذه التغطية شكرا جزيلا يا عبد الحفيظ موسيقى إلى ذلك قالت مصادر مصرية إن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع إسرائيل لوقف الهجوم على جنين فيما تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا يوم غد لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين وقد قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثب الوضع في الضفة الغربية وأشار إلى أن البيت الأبيض يدعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها أمام الجماعة الإرهابية موسيقى 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 اشتركوا في القناة وبدورها ذكرت الخارجية الامريكية انها تتابع عن كثب هذا الوضع في جنين داعية الى اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لمنع ازهاق ارواح المدنيين واضافت ان احداث الضفة الغربية تسلط الضوء على اهمية عمل قوات الامن الاسرائيلية والفلسطينية معا هذا ضابط هذا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الاشهر الاخيرة تحولت جينين الى ملجأ للارهاب ونحن لسنا مستعدين لتقبل ذلك ونريد وضع حد لهذا في هذه الساعة جيشنا يعمل بقوة وبإصرار في جينين جنود وحدة الكوماندو وحرس الحدود وسلاح الجو وقوى أخرى يعملون الآن في قلب مخيم اللاجئين بجينين يعتقلون المخربين ويدمرون المقرات والمختبرات الخاصة بهم لا أماكن محصنة للإرهاب في غزة أو الضفة أو في مكان آخر نحن نعمل ضد المخربين لمنعهم من المسيب الأبرياء نحن نرسم معادلة جديدة لمواجهة الإرهاب كل من يخطط لقتلنا مكانه إما في السجن أو في القبر قررت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني كما قررت استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية وتقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على إسرائيل وبالذات ما يجري اليوم في مخيم جنين البطل ومدينة جنين الباسلة فإننا نجدد طالبتنا للمجتمع الدولي بوجوب توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا وفرض العقوبات على كيان الاحتلال وإدانة هذا العدوان الإرهابي وأمام هذه التحديات والمخاطر التي نتعرض لها فقد دعوت اليوم القيادة الفلسطينية للاجتماع كما أدعو الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة لاجتماع طارئ لمواجهة هذه المخاطر ومباشرة ينضم إلي من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد ومعي أيضا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين لعلي مباشرة أبدأ مع حضرتك أستاذ عماد أريد أن أبدأ من حيث عرضنا هذه التصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس حين يقول ويؤيد جنين الباسلة ومخيم جنين البطل ذلك يعني التفاف للقيادة الفلسطينية حول المسلحين أو العناصر الفلسطينية التي تقوم بمقاتلة من وصفها الرئيس الفلسطيني أو من وصفهم العدوان الإسرائيلي أي مدى أو أي تطور يمكن أن يلحقه ذلك في العلاقة مع الإسرائيليين في مواجهة إسرائيل يعني الحقيقة بأنه يجب الانتباه إلى مسألة مهمة بأنه مضمون الخطاب للرئيس الفلسطيني محمود عباس هو ذات الخطاب المتكرر بعد كل عدوان إسرائيلي في الضفة الغربية أو قطاع غزة مع الانتباه هذه المرة بأنه هناك بعض الجمل التي لم تكن تستخدم فيها السابق وباعتقادي بأنه الرئيس الفلسطيني وصل إلى قناعة تامة بأنه يتعامل مع حكومة إسرائيلية صلفة حكومة إسرائيلية متطرفة إلى الحد البعيد ويرى هو منسوب الاستيطان الذي يرتفع في الضفة الغربية القضاء التام على أي احتمالية لوجود حل الدولتين السلطة الفلسطينية أدركت كل هذه المضامين وبالتالي عليها الآن العمل باتجاه أن يكون هناك وحدة حقيقية على الأرض وأن يكون هناك التفاف حقيقي حول ما يحدث في مخيم جنين لأنه عمليا الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الجميع يستهدف الفصائل الفلسطينية يستهدف الشارع الفلسطيني يستهدف السلطة الفلسطينية الكل مستهدف من هذا الضغط المهول الكبير الممارس على الفلسطينيين الآن السلطة الفلسطينية تدرك تماما بأن إسرائيل بكينونتها الحالية خلال ربما العقد من الزمن أو الآخر 15 عام تحديدا بأنها لا تفرخ إلا الحكومات المتطرفة التي أدارت الضغط لكل الاتفاقيات التي وقعت مع الفلسطينيين لكن السلطة الفلسطينية ما بعد التصريحات تحتاج إلى العمل على الأرض لأنه على كاهلها ملقى حمل وعبء كبير وعليها أن تكون على قدر المسئولية في ظل هذا الضغط الكبير من هنا يمكن فهم تصريحات الرئيس الفلسطيني بأنها تسير في اتجاه أن السلطة الفلسطينية مبتنعة تماما بأنه لا حلول لا أفق مع هذا الاحتلال الإسرائيلي وبأن الحالة الفلسطينية على الأرض يجب أن تصمد ويجب أن تستمر في الصمود وعلى السلطة الفلسطينية كذلك أن تذهب باتجاه تطبيق قرارات المركز الفلسطيني التي نصت على ضرورة إيقاف التنصيق الأمني والتي نصت كذلك في غير مرة على ضرورة أن يكون هناك مقاومة شعبية وأن يكون هناك عمل على الوحدة الفلسطينية الحقيقية لأنه دون وحدة فلسطينية دون برنامج عمل استراتيجي مشترك للفلسطينيين ستبقى القضية الفلسطينية تراوح مكانها ستبقى تتآكل وستبقى تعاني في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية وبالتالي الخاسر الأكبر سيكون حينها الكل الفلسطيني بغض النظر عن الناون بغض النظر عن الانتماء وبغض النظر عن الموقع سواء في القيادة أو حتى في الشارع الفلسطيني طيب أمرر السؤال لدكتور محمد فايز ولعلنا أيضا سنعرج لاحقا على موضوع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يقال أنه حتى نتنياهو أصبح مدخلا بها دكتور محمد فايز القاهرة كيف تعلق على موضوع أو على جزئية حين تقول إسرائيل بأنها أخبرت بين قوسين الجانب الأردني أو الجانب المصري أو حتى الطرف الأمريكي بأنها سوف تشن هذه العملية العسكرية هل تشعر القاهرة بأن إسرائيل في النهاية تطعن في كل الاجتماعات التي عقدت مؤخرا خاصة اجتماع فيبراير بالعقبة أو اجتماع أذار مارس في شرم الشيخ في الحقيقة الحكومة الإسرائيلية لا تضع القوى العربية سواء مصر أو الأردن فقط في هذا الموقف شديد التعقيد لكن هي تضع حتى الحليف الرئيسي لها الولايات المتحدة الأمريكية تضعها في حرج شديد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تتحدث عن أو بما فيها الإدارة الحالية تتحدث أو كان لديها يعني تصور فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية أنه ما لم يكن هناك عملية سلام وإذا كانت الوضع لا يسمح باستئناف مثل هذه العملية فعلى الأقل يجب أن يكون هناك خفض لمستوى العنف ومع ذلك الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم منذ أن بدأت أو جاءت الإدارة الأمريكية الحالية لم تلتزم يعني افتعلت وقمت بيئة الكثير من الأزمات مع الجانب الفلسطيني ومارست العنف سواء في العلاقة مع غزة والآن مع الضفة الغربية فالحكومة الإسرائيلية في الحقيقة تضع الجميع في هذا المأزق ومع ذلك فأن القاهرة لا تقف عند مثل هذه الأمور القاهرة لديها مسئولية تاريخية تلتزم بها ولم ينقطع الدور المصري في التعامل مع القضية الفلسطينية ولم ينقطع الدور المصري في محاولة الوصول إلى وقف لإطلاق النار أو دخول الأطراف في هدى طوال الأزمات السابقة وهذا الدور سوف يظل قائما بصرف النظر عن السياسات أو التصريحات الإسرائيلية المواقف الآن أو البيئة الحالية في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية باتت شديدة التعقيد أكثر مما كان عليه الوضع في سنوات سابقة أو ما قبل الحكومة الحالية الوضع أكثر تعقيدا والجميع يدرك ذلك وهذا لا يضع الأطراف أمام طرف التخلي عن المسئولية سواء الجانب المصري أو أي من القوى العربية في تعاملها مع القضية الفلسطينية الجميع يدرك أنه ناد بيئة معقدة جدا لكن لا يمكن إهمال القضية الفلسطينية طيب سيد عماد أيضا المتتبع والملاحظ للتصعيد خلال الفترة الأخيرة تحديدا من مخيم جينين تقول إسرائيل أنه قد وجدت مجموعة من العلامات أو الإشارات التي جعلتها تصعد وتعلن عن عملية عسكرية وإن لم تكن قد أعطت ملمحا زمنيا واضحا لها لكن هل تحتاج إسرائيل أصلا لمبرر لتقوم بمثل هذه العمليات العسكرية علما أنه هي تقول أنه كان فيه تفجير لآلية عسكرية وهي المدرعة نمر أو الدبابة نمر التي فجرت في مخيم جينين هناك عناصر مسلحون موجودون بالتأكيد في مخيم جينين كانت قبل أيام هناك محاولات لم تنجح بإطلاق صواريخ بدائية يعني تطلق على الشريط هل تحتاج إسرائيل لمبرر أصلا لأن تقوم بعملية عسكرية بهذا النوع بالتأكيد إسرائيل لا تحتاج إلى مبررات دائما ما تقوم بعمليات عسكرية ضد الفلسطينيين وبالمناسبة غالبية من يقتل هم من المدنيين العزل وليس حتى من المقاومين المسلحين ودعني أشير بأنه مخيم جينين تحديدا منذ شهر أيار 2021 أي قبل نحو عامين من الآن وحتى اليوم قدم أكثر من مئة شهيد على أرض المخيم هناك إشارة واضحة بأن الاحتلال الإسرائيلي عمليا هو يستعمل قضية الضغط على الفلسطينيين كوسيلة من أجل تحقيق أهداف كثيرة وليس كدوافع أمنية ودعني أكتب اسم من كلام إيهود أولمرت رئيس الوزراء الأسبق في دولة الاحتلال قال بأنه الضغط على الفلسطينيين وحدد تحديدا عملية هدم البيوت قال بأنها حالة هستيرية تساهم إلى ردة فعل فلسطينية أكبر وبالتالي إلى عدم تحقيق الأمن الإسرائيلي وبالتالي إسرائيل عندما تضغط على الفلسطينيين بهذه الوسائل الثقيلة عمليا تؤدي إلى المزيد من العمليات الفلسطينية المقاومة وبالتالي نستطيع أن نقول بأن إسرائيل نفسها هي من تعرض أمن مواطنيها وأمن مستوطنيها هذا الخطط من هنا يمكن فهم المعادلة بأن إسرائيل في سياق تعاطيها في الضفة الغربية من اجتياح وإكتحام وتنكيل الهدف الأساسي منه هو حصر الفلسطينيين في بقعة جغرافية معينة للسيطرة على 60% كاملة من أراضي الضفة الغربية وكذلك العمل على الكثير من المشاريع وإسرائيل تستخدم سياسة التخدير ضد الفلسطينيين بمعنى تصادر على سبيل المثال ألف دنم يناضل الفلسطينيين نخرج في مسيرات سلمية وما شابه من هذا القبيل تعيدنا مئة دنم وننسى التسعمائة دنم الأخرى هكذا تتعامل إسرائيل تريد أن تحصر القضية الآن والمسألة فقط في مخيم جنين علما أنها ترتكب مجازر لا تقل فضاء عما يحدث في مخيم جنين تهود تسيطر تصادر الأراضي وبالتالي مشكلة الاحتلال اليوم مركبة في الضفة الغربية بشكل مهول ووجوده في الضفة الغربية هو لب وأساس هذه المشكلة وإن كان يحاول ما بين الفينة والأخرى إلهاء المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي بأن هناك قضية صغيرة في الضفة الغربية يحاول الاحتلال الإسرائيلي علاجها وعندها يتوقف الجميع وعندها الجميع يحاول حل هذه الإشكالية إسرائيل تريد من خلال هذه العمليات أن تبقي الحالة الأمنية أمام المجتمع الدولي على أنها حالة أمنية معقدة لتبرر السلوك الاستيطاني الكبير في الضفة الغربية ولتبرر إدارتها الظهر لكل الاتفاقيات التي وقعت مع الفلسطينيين ولتبرر لنفسها وتبرر لمستوطنيها كل ما تقوم به في الأراضي الفلسطينية وهذه المعادلة باتت واضحة وباتت خطيرة جدا في التعاطي الإسرائيلي مع الضفة الغربية طيب سؤالي لدكتور محمد ما يجري في جينين ليس بعيدا عن ما جرى في قطاع غزة بالنسبة للقاهرة عندما تتحدث مع الإسرائيليين وللقاهرة صولات وجولات في هذا الإطار هل الخطاب المصري مع الإسرائيليين بما يتعلق بحدة الاقتتال والمعارك عندما كانت تدور في قطاع غزة يختلف الأمر عندما نتحدث اليوم عن المشهدية الدائرة في جينين بالتأكيد الوضع الآن في جينين مختلف عن ما يجري في غزة إذا كانت هناك صعوبة في الدفاع عن أو تبرير أو قبول العنف الإسرائيلي ضد قطاع غزة أو ضد فصائل فلسطينية في قطاع غزة أو ضد المجتمع الشعب الفلسطيني بشكل عام في غزة فهو بالتأكيد لا يمكن الدفاع عنه أيضا في حالة الضفة الغربية الوضع في الضفة الغربية لا يوجد ما يبرر هذه السياسة الإسرائيلية مخيم جينين أو مدينة جينين في الحقيقة التبريرات الأمنية أو الخطاب الإسرائيلي الأمني فيما يتعلق بهذه العملية أو الغطاء الأمني أعتقد أنه خطاب ضعيف في الحقيقة السياسات الإسرائيلية هي التي أدت إلى توسيع المزاج العام الفلسطيني المؤيد لفكرة المقاومة ولبناء نوع من الرضع مع الجانب الإسرائيلي الوضع في الضفة الغربية أكثر خطورة وأكثر تعقيدا من الوضع في غزة التوسع الإسرائيلي أو استخدام العنف بهذا النطاق الواسع واشتراك عدد كبير من الأجهزة الأمنية أو الأفرع العسكرية الإسرائيلية في قطاع في جينين أعتقد لا يمكن قبوله أو الدفاع عنه حتى استنادا إلى المبررات الإسرائيلية نفسها وبالتالي الأمر هنا يحتاج إلى تفسير أوسع هل هناك أهداف سياسية معينة من هذه العملية فبالتالي التواصل المصري مع الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار أعتقد أنه يستند إلى حجج وفرضيات أكثر قوة من الحالات استخدام إسرائيل للعنف في قطاع غزة وفي جميع الحالات هذا التوسع الإسرائيلي في استخدام العنف لا يوجد ما يبرره ويفتقد إلى الأساس الأمني والسياسي والأخلاقي أيضا طيب يعني السؤال وأيضا إجابته على عجالة قبل ما أنتقل أستاذ عماد هل مازالت أو هل يمكن القول أن القاهرة ستبقي على شيء من الثقة خلال الوساطات أو خلال الحديث والتفاوض مع الإسرائيليين يعني حتى إذا افترضنا أن الثقة تتراجع لكن هذا لا يبرر أو لا يمثل شرطا لتخلي القاهرة عن مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام الأمر يختلف عن درجة الثقة بالتأكيد درجة الثقة تتراجع مع توالي هذه الأزمات ومع توسع إسرائيل في استخدام العنف لكن مسؤولية القاهرة تاريخية وستظل قائمة كل ما هناك أن البيئة ستكون أكثر تعقيدا في التعامل أو في تعزيز الدور المصري في التواصل مع الطرفين أو في القيام بهذه المسؤولية طيب أستاذ عماد يعني من التصريحات اللافتة جدا التي جاءت على لسان الإدارة الأمريكية أنه يجب أن تعمل إسرائيل والقوى الأمنية الفلسطينية معا في سبيل تجاوز هذا المأزق الأمني سؤال المطروح يعني اليوم حين تعبر الإدارة أو القيادة الفلسطينية عن إيقاف التنسيق الأمني جاء ذلك بناء على التجاوزات وما وصفته بالعدوان الإسرائيلي على جنين طيب السؤال المطروح الآن يعني كيف يتم الحديث مثلا ويتم الاتفاق على عدم الدخول في إجراءات أحدية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعدم الدخول مثلا من الجانب الإسرائيلي في ملف الإستيطان وخلال كل الفترة السابقة كانت إسرائيل تعكف على ملف الإستيطان ونتنياهو يحاول ويعني يرهق نفسه في سبيل يعني الحديث مع سموتريتش وبن كفير ويزيد موضوع الإستيطان بل يعني يتصاعد الموضوع حتى يلجأ المستوطنون الإسرائيليون إلى الهجوم على البلدات الفلسطينية آخر تقرير تحدث عن أربعة مائة مستوطن قاموا ونهبوا وسرقوا ودمروا وأغلقوا يعني عند الحديث عن الإستيطان يجب الانتباه إلى قضية مهمة أنه عند توقيع اتفاق أوسلو كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية 120 ألف مستوطن وكان مساحة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية على أقل من 1% من الأراضي الفلسطينية وقع اتفاق أوسلو بدأت أعداد المستوطنين في الإزدياد بحيث أنه كان البناء الاستيطاني بمعدل تقريبا متساوي ما بين زعمات العمل الذي كان يمثل اليسار وما بين اليمين الإسرائيلي بقيادة اللي كود كان يبني رابين بمعدل 1700 وحدة استيطانية وهو ذات الرقم الذي استمر عليه نتنياهو ارتفع الرقم في عهد إيهود براك الذي كان يفاوض في كامب ديفيد في ظل وجود الرئيس الأمريكي بيكذنتو إلى 3000 وحدة استيطانية من كم لكم الرقم مرة أخرى بلله يا أستاذ عماد؟ من كم لكم الرقم مرة أخرى؟ نعم نتحدث اليوم عن 900 ألف مستوطن في الضفة الغربية هؤلاء المستوطنين زادوا من نسبة البناء الاستيطاني إلى 7% في مساحة الضفة الغربية مع سيطرة على 60% في الضفة الغربية وبالتالي مسألة قرارات وحدية الجانب تصريحات ليست ذات صلة إسرائيل تسيطر بشكل عملي على 60% من الضفة الغربية وال20% الأخرى التي تصنف مناطق بها ما بين سيطرة الاحتلال وما بين سيطرة السلطة الفلسطينية ما تبقى للفلسطينيين مساحة 19% من الضفة الغربية هذه 19% يقوم الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه أسبوعي باكتحان جزء من هذه المناطق والدخول إلى عمقها كما حدث قبل أسبوعين عندما دخلت إلى عمق مدينة رامالله وقامت بهدم بيت الأسير الفلسطيني لفروخه وبالتالي عمليا إسرائيل أدارت الظهر لكل ما تم التوقيع عليه والولايات المتحدة الأمريكية عندما تستخدم هذه المصطلحات هي إشارة ونوع من التخدير وليس نوع من الحرص على وجود دولة فلسطينية أو احتمالية العودة للمفاوضات يعني عندما جاء بايدن إلى البيت الأبيض هللت القيادة الفلسطينية واعتقدت أن الأوضاع ستتحسن وأن الدعم سيعود وأن الممثلية الفلسطينية سيعاد فتحها في واشنطن كل ذلك لم يحدث لأن حتى الإدارات الأمريكية تراكم على سياسات من سبقها وكذلك الحكومات الإسرائيلية تراكم على سياسات من سبقها لتتنافس فيما بينها في منصوب التطرف منصوب البناء منصول التهويد ومنصوب كذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية عام 2009 كان عدد من اكتحموا المسجد الأقصى من المستوطنين ستة ألاف اليوم نتحدث عن ستين ألف مقتحم سنويا بزيادة ألف في المئة إسرائيل تسير بخطة واضحة المعالم تدير الظهر لكل الاتفاقيات الدولية والولايات المتحدة وإن كانت تمطعب بسبب وجود الصهيونية الدينية في هذه الحكومة وهذا الامتعاض من باب المناكفة لكن عمليا لا تتخذ إجراءة إنها تحدثت أيضاً سيد عماد رغم إنها أقول رغم إنها أيضاً تحدثت قبل أيام على موضوع التمويل التمويل للإسرائيليين وأعربت عن غضبها واستياءها بسبب الصهيونية الدينية وبسبب اليمين المتطرف في موضوع الاستيطان وزيادة مساحات الاستيطان خليني أنقل هذا السؤال لو سمحت يا سيد عماد لدكتور محمد إحنا تحدثنا عن موضوع القاهرة وكيف تتعامل وتتفاوض أو تلعب دور الوسيط يعني سميها ما شئت مع الإسرائيليين اليوم القاهرة كيف تلعب مع الشريك الفلسطيني كيف تتعامل مع الشريك الفلسطيني الذي وصلت الأمور عنده مواصيلة يعني مجموعة القرارات التي خرجت بها اليوم القيادة الفلسطينية تتحدث أن إسرائيل دولة احتلال لا تنساق ولا تريد أن تتماشى مع كل القوانين الدولية ولا حتى مع الشرعية ولا مع المبادرة العربية ولا ملف الإسطيطان ولا شيء بالتالي كيف تستقبل القاهرة هذه القرارات يعني يجب أن نميز بين قضيتين القضية الأولى هي مسألة الدخول أو استئناف عملية سياسية بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي والمستوى الآخر للحركة هو محاولة وقف العنف المتبادل يعني أعتقد أن إذا تراجعت ثقة الجميع سواء الجانب السلطة الوطنية الفلسطينية أو القوى الفلسطينية أو القوى العربية بما فيها مصر بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني تتراجع بشكل كبير احتمالات استئناف عملية سياسية لكن هذا لا يمنع العمل أو الحركة على مستوى محاولة ضبط العنف أو عدم الدخول في دوائر عنف متبادل بين الجانبين فالكون أن هناك تراجع في درجة الثقة واضحة في خطاب بما فيها الجانب الفلسطيني أو الجانب الفلسطيني بالأساس هذا لا ينفي الحركة في مجال ضبط العنف بين الأطراف فيما يتعلق بدور القاهرة تحديدا إذا عدنا إلى الأزمات وكانت هناك أزمات منذ أسابيع وصبقها أزمات حلقة كبيرة من الأزمات المدى الزمني بين الأزمة الحالية أو الوضع الحالي وبين أزمات الأخيرة يعني ليس مدى زمني طويل ويمكن هنا القول بأن كل البيئة المعقدة والواقع المعقد سواء على الجانب الفلسطيني أو على الجانب الإسرائيلي لأن المشهد داخل إسرائيل أيضا معقد لا يمكن أن يقوم الجانب الإسرائيلي نفسه به الحديث في مشروع سياسي في ظل تركيبة سياسية قائمة الآن في إسرائيل ومع ذلك فإن القاهرة ملتزمة بالحفاظ على تقفيد مستوى العنف بقدر الإمكان وهذا يعني يفسر الدور الذي تقوم به القاهرة في كل الأزمات بما فيها الأزمة الحالية شكرا جزيلا إذن من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أيضا شكرا للخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد كنت معنا من رام الله يعطيكم العافية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة مباشرة ينضم إلي من رام الله الباحث في الشأن الإسرائيلي عسمة منصور أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ عسمة على شاشة الحدث وضمن هذه التغطية سؤال محوري ومهم هل نتنياهو يعني في سبيل أن يحقق مصالح ومآرب شخصية وأن يتخلص من أي حكم قضائي وما إلى ذلك يجازف بأن يهجم وأن يجعل قواته تدمر وتحرق في مدينة وبمخيم وحتى يتنازل لبدأسميهم شركين سموتريتش وبنكفير بكل بساطة نعم وهذا ليس نحن من يقوله أهود باراك وجنرالات كبار وسياسيين يعني لبرمن مثلا تعاملوا مع نتنياهو يقولون أن ما يهم نتنياهو هو نتنياهو فقط لا يهمه لها أمن الدولة ولا اقتصادها الذي دمروا أيضا بسبب هذه الإصلاحات الكضائية ولا مؤسساتها لذلك نعم لتنياهو مستعد للمخاطرة ولكن أيضا مسألة خضوعه لشركائه في الاتناف هو يتماهى معهم أيديلوجيا هو قريب منهم أيديلوجيا ولكن هم يجرونه أكثر نحو اليمين هو لدي خبرة كبيرة في الحياة السياسية ويعرف أين يضرب ومتى يضرب ومتى ينسحه لذلك هو يتصرف بحذر وربما هذا هو السمع الذي يجعلنا نعتقد أين هذا الحذر؟ أن هذه العملية لن تقول يعني فقط أنا أتشارك معك الحوار في سبيل فهم الصورة بشكل أكبر يعني الرجل أتحدث عن نتنياهو طبعا أقول أنه نتنياهو يعني كان قد جعل الشارع الإسرائيلي يصاعد كثيرا يعني حتى الشارع الإسرائيلي من الداخل كان قد اشتعر وأنت تعلم الاحتجاجات الكثيرة التي قد خرجت مناوئة لنتنياهو طيب أيضا هناك حتى عدم رضا وهو الرجل فاوض على كثير من الأمور منها الحرس الوطني مع إطمار بن كفير منها مثلا مجيء سموترش بوزير مرتبة أو مستوى ثاني عنده في الحكومة هل يعقل أنه هو يعني لا يجد إلا نفسه ولا يريد أن يحقق إلا شيئا يعني فقط لصالحه الشخصي في النهاية هو يتحدث عن دولة بين قوسين يعني هو يحاول أن يمزج بين الأمرين هو يعتقد وأشاع بين جمهوره أن المستهدف ليس نتنياهو المستهدف هو حكم اليمين حكم الليكود وبالتالي الدفاع عن نتنياهو وإبقاء نتنياهو في الحكم يعني إبقاء اليمين في الحكم هذا هو المعالجة التي قدمها للتصدي لحكم الكضاء والاحتجاجات والمطالبات بالاستقالة وبالفعل هناك جمهور يميني متطرف سواء من المستوطنين أو المدينين أو الشرقيين الذين يتبعونه بشكل أعمى ويعتقدون أنه من دون نتنياهو لا يمكنهم العودة إلى الحكم أصبحوا يعتقدون أنه من أجل نتنياهو وبقاء نتنياهو وكي نضمن بقاء اليمين علينا أن ندافع عن نتنياهو وأن نتنازل عن كثير من الكضايا في هذه التركيبة من الحكومة بالذات ربما نتنياهو في أضعف حالاته أولا لأن المحكمة بدأت تقترب وأيضا لأن الشركاء أصبحوا قوة حقيقية في الجمهور وداخل الحكومة وأيضا لأنه يعرف تماما أنه حاول أربع مرات أن يشاكل حكومة ولم ينجح وبالتالي دون هذا الإتلاف لن يكون له إتلاف على الإطلاق ولذلك هو يخضع وينصاع بشكل طوعي لكل رغباتهم ويكذب على مغامرات من هذا النوع وهو يحترف دمج بصالحه الشخصية والحزبية بأيدلوجية الشركاء في الإتلاف وتظهير الأمر وكأنه مسألة عمليا تخدم الدولة هذه الحملة بالذات على جنين كان الجيش يعارضها حتى قبل أسبوعين كان الجيش والشباك يعارضها ويعتبر أنه لا داعي لها أصلا ماذا حققت هذه؟ يعني اعتقلوا بعض الأشخاص وصادروا بعض الأسلحة هل يستحق هذا أن تدخل في عملية عسكرية؟ الذي حدث في جنين قبل أسبوعين والفجارات في العبوات والمفاجأ التي حدثت هناك وإطلاق صواريخ جعل موقف الجيش أضعف والشباك بدأ أمير تنفيذ العملية وتكرر الدخول بها واستغل نتنياه هذه الثغرة من أجل الدفع لتنفيذ هذه العملية عفو على المقاطعة لكن حتى بموضوع تعليقك أو تصريحات الجيش الإسرائيلي أنت تعلم أيضا أن القادة الأمنيون كانوا قد تحدثوا ووصفوا أعمال المستوطنين في البلدات الفلسطينية بالإرهاب القومي صحيح صحيح وخرجوا ببيان نادر مشترك للثلاث أضرح الشرطة والشباك أي المخابرات والجيش رأساء الثلاث أجهزة اعتبروا أن هذا إرهاب قومي ويجب محاربته ومع ذلك نتنياه لم يحاربوا طالبوا بإخلاء الويتلوت تحت طالبت بإخلاء سبع بوار استطانية العالم ضد لم يتجاوب لهم لأنه لا يملك قرار هذه المسائل هو رهيل لقادة المستوطنين ولمثليهم في الحكومة سموترش وبينكبير لذلك نحن نتحدث هناك من يقول أن نتنياه يفرط من خلال هذه الحكومة حتى بالإرث الذي هو نفسه راكمه على مدى 10-12 عام من الحكم عندما عكد اتفاقيات التطبيع وعندما نهض بالاقتصاد الإسرائيلي وحدث طفرة في التكنولوجيا له إنجازات في المجتمع الإسرائيلي في حكوماته السابقة الآن هو عمليا يبددها من أجل هذا الإتلاف الذي لا يمكن أن يصمد لفترة طويلة وهو مقاطع أمريكيا وهو يواجه هذه المعارضة من الداخل ويحدث هذه الإضطرابات الأمنية طيب عندما نتحدث اليوم عن موقف الإدارة الأمريكية يعني بالتأكيد هو مدرك ومعروف كيف أنه كانت إجراءات أو تعامل إدارة بايدن كانت يعني بطريقة ووفق صيغة استثنائية الإدارة الديمقراطية يعني بمقابل إدارة الجمهورية واضح إنها عبرت عن جزء من الاستياء جزء من الغضب جزء من إنه ما بيصيرش جزء إنه ما بيصحش لكن السؤال المطروح اليوم يعني هل حقيقة أن اليوم الإدارة الأمريكية تستطيع أن تضغط في ملفات الاستيطان ملفات العمليات العسكرية ملفات الاعتقالات على الأقل حتى إبقاء أي شيء من دور القيادة الفلسطينية في المشهد نظريا تستطيع لديها الأوراق ولديها الكوة ونحن نعلم أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يلزم إسرائيل وسبق أن ألزمت نتنياهو بأن يخرج بخطاب بار إيلان وأن يعترف بحل الدولتين وأيضا سبق أن عفوا صحة أن سحبته إلى مجولات تفاوضية عندما كان جون كيري وزير خارجية وقدم لفتات وماديرات حسنية وإطلاق صراح أسرة وبالمناسبة أنا كنت أحد الذين أطلق صراحهم في تلك الفرجات لكن الآن الإدارة الأمريكية هي الأخرى تواجه أجلدات مختلفة وأولويات مختلفة الآن الحرب على كوريا على أوكرانيا عفوا والسباق مع والتنافس مع الصين وأزماتها الاقتصادية الداخلية ونتائج كورونا كل هذه التراكمات وفي حكمة ما بعد ترامب يعني كلها تواجهها ولا تجد أولوية ولا ترغب بالتورط بشكل كبير في كضايا الشرق أوسط لذلك هي لا تضغط على نتنياهو هي تريد وحددت منذ البداية أن لا يقضي نتنياهو على خطوات تقضي على حال الدولتين لا نريد حال الدولتين الآن لا نريد عالية السلام نريد أن نضغط عليكم ولكن لا تتخذوا خطوات تقضي على حال الدولتين والآن ما يكون به نتنياهو تماما يقضي على حال الدولتين يعني هو عندما يطلق هذه يعني اليد الطريقة للإستيطان ويطلق المستوطنين ضد الفلسطينيين ويعني يبدأ وقالها قبل أيام أنه أنا هدفي أن لا أقيم دورة فلسطينية أو أمنعك يا دورة فلسطينية لذلك هذا تقاعص أمريكي حقيقة شكرا جزيلا من رام الله الباحث في الشأن الإسرائيلي عصمة منصور يعطيك العافية وشكرا إذن بالتأكيد نواصل وإياكم هذه التغطية المتعلقة بالتأكيد على العمليات أو العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على مخيم جنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 مقتل تسعة فلسطينيين اشتركوا في القناة 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 طلع يا الله طلع كل أهل المخيم إذن كيف بدأت هذه العملية وأين تتركز هذا السؤال يجيب عليهم زميل محمد فروان أهلا بك محمد إذن بالفعل كيف بدأت هذه العملية ما هي أهدافها أين تتركز وما هي الغاية إذن من إقدام الجيش الإسرائيلي عليها نصارد كل تفاصيل شكرا أحمد إذن مشاهدين هذه مدينة وجينين وهذا هو مخيمها الواقع في الجانب الغربي من المدينة يسكن قرابة 30 ألف فلسطيني ويعد ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية بعد مخيم بلاطة في نابلس مع ساعة الفجر الأولى وتحديدا في ثالث فجرا اختهمت قوات إسرائيلية كبيرة من وحدة النخبة مدعومة بدبابات وجرافات ومروحيات وطائرات مصيرة وسط المخيم وبدأت قصفا جويا يعد الثاني خلال شهر لعدة مواقع بداخله في عملية عسكرية تعد الأكبر منذ عشرين عاما تقريبا أي منذ الانتفاضة الثانية عام 2002 عملية الاقتحام التي نفذها أكثر من ألف جندي بينهم المستعربون وسلاح الجو المدفعية بدأت من المداخل الغربية لمخيم جينين وصولا إلى وسط المخيم وبعدها قاموا بتجري في منطقة الوسط أو ما يسمونها بمنطقة الساحة ثم أغلقت القوات الإسرائيلية جميع مداخل المخيم كل ذلك لمحاصرة حارة الحواشين والدمج التي تعتبرهما إسرائيل مكانة مركز المقاتلين وتقع جنوبي المخيم الاشتباكات منذ ساعة الفجر وحتى الآن تتركز في هاتين الحارتين أيضا الحواشين والدمج كما ذكرنا وتحاصر القوات الإسرائيلية مسجد الأنصار أيضا بزعمها وجود عناصر مسلحة بداخله وتطالبهم بتسليم أنفسهم تزامنا نشرت القوات الإسرائيلية قناصة بشكل كبير في منطقتين داخلية والمقاطعة الوقعتين على أطراف مخيم جينين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما يحدث اليوم في شنين يعيد الى الاذهان عملية التوغل التي قام بها الجيش الاسرائيلي في المدينة عام الفين واثنين في سبتمبر من العام الفين اندلعت انتفاضة الاقصى بعدما اقتحم رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق قائريا الشارون باحة المسجد الاقصى رفقة حراسه ليطلق الجيش الاسرائيلي بعدها عمليات اجتياح عنيفة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لتصاعد الفصائل الفلسطينية من عملياتها داخل المدن الاسرائيلية ولتصل ذروتها في عام الفين واثنين مع اعلان شارون اطلاق عملية السور الواقع العسكرية بكافة الاراضي الفلسطينية ولتنفيذ العملية حشدت القوات الاسرائيلية للعملية ما يقرب من ثلاثين الف جندي وكانوا قد مضوا للتوغل في كبرى المدن الفلسطينية وفرضوا حصارا خانقا على مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله حيث يقيم الرئيس الفلسطيني حينها ياسر عرفات كما اعلنت تل ابيب جنين منطقة عسكرية مغلقة يمنع الدخول اليها او الخروج منها باعتبار انها كانت موقعا لاطلاق العديد من الهجمات ضد المستوطنات وفق الرواية الاسرائيلية اسرائيل قالت وقتها ان هدفها من وراء هذه العملية هو اعتقال او قتل الفلسطينيين المسؤولين عن التفجيرات وغيرها من الهجمات لكن في الحقيقة قام الجيش الاسرائيلي بارتكاب اعمال القتل العشوائي وعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب ومنع وصول المساعدة الطبية مما ادى الى مقتل اكثر من خمسمائة فلسطيني بحسب ما قالته السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان اما الجانب الاسرائيلي فقد اعترف وقتها بمقتل ثلاثة وعشرين من جنوده اربعة عشر منهم قتلوا في يوم واحد لكن الفصائل الفلسطينية قالت ان العدد اكبر من ذلك بكثير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مباشرة وتعليقا على هذه المشهدية ينضم الي من رمالة المحلل السياسي محمد هواش اهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث وفي سياق هذه التغطية سيد محمد لعلي ابدأ بالسؤال المتعلق بانه في الوقت الذي يطالب فيه البعض بدور اكبر للقيادة الفلسطينية يعني يتساءل البعض الاخر ماذا يمكن ان تقدم القيادة الفلسطينية اكثر من ذلك هي توقف التنسيق الامني مع الاسرائيليين هي تريد ان تلجأ الى المحكمة الدولية وتحميل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية ما يجري هي حتى تريد مثلا ان ترفع قضايا على الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بسبب وعد بالفور والمطالبة ايضا بالتعوض ما الذي يمكن ان تفعله القيادة الفلسطينية اكثر من ذلك مساء الخير لك والاسادة المشاهدين والمتابعين اعتقد بان ما تقوله يعني كلام دقيق ومهم جدا ما تستطيع السلطة الفلسطينية ان تقوم به هو ما تقوم به الان ويمكن مع بعض الاضافات ومع بعض التحركات الدبلوماسية منذ صباح وفجر الامس كانت هناك عملية عدوانية على منطق الجنين وكانت السلطة الفلسطينية بقيادتها القيادة الفلسطينية كانت تتابع هذه العملية وتقوم باتصالات دبلوماسية وسياسية مع الاطراف المعنية مع الاطراف الاقليميين مع الاطراف الدوليين لمحاولة وقف هذا العدوان ولا يصيب المدنيين ولا يصيب الفلسطينيين بالضرر الكبير وطالبت بالتزام القوانين الدولية في هذا الموضوع المسألة الثانية هناك تقصير من المنظمات الفلسطينية كافة فيما يتعلق بوحدة العمل السياسي وتوحيد العنوين السياسية للشعب الفلسطيني وهل القيادة الفلسطينية مسؤولية ذلك أيضاً أستاذ محمد هواشن أيضاً هذا السؤال مطروح اليوم أيضاً في كلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لو سمحت لي أكمل فكرتي إذا سمحت لي إذا سمحت لي أقول أنه يعني اليوم الحديث كان في كلام الرئيس الفلسطيني أبو مازن تحدث وقال وطالب بوحدة الصف الفلسطيني وتجاوز أي خلافات لكن عندما نشير إلى أن الصف الفلسطيني اليوم ليس موحداً في مواجهة من يسميهم الفلسطينيون الاحتلال والعدوان الإسرائيلي والإرهاب الإسرائيلي هل تتحمل أيضاً القيادة الفلسطينية مسؤولية ذلك؟ يعني كما قلت لك يعني الحدث اليوم هو العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في منطق الجنين ومحاولة نزع إرادة الحياة من الشعب الفلسطيني عن طريق توجيه رسائل قوة وغطرسة إلى الفلسطينيين وإلى المقاومين تحديداً وأن موضوع آخر يتعلق بالخلافات ويتعلق بطبيعة وشكل الحياة السياسية الفلسطينية التي يشبها يعني العور والمشكلات ويعني الكثير من المشاكل تحديداً الانقسام وعدم التنسيق بين الفصائل ووجود عنوانين للفلسطينيين رسميين عملياً سلطة في قطاع غزة وسلطة في الضفة الغربية صحيح أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية في هذا الموضوع ولكن هناك مسؤولية كبرى أيضاً للفصيل الذي يسيطر على قطاع غزة ويمنع هذا الفصيل من وحدة الفلسطينيين ووحدة على الأقل وحدة الجغرافية الفلسطينية وأن يكون هناك عنوان سياسي واحد وأن لا تكون هناك مناطق خارج الولاية الفلسطينية كما هو الواقع في قطاع غزة والتركيز الآن يجب أن يكون على ما يجري في جنين وفي قطاع غزة وعفواً وفي الضفة الغربية لأن مستقبل القضية الفلسطينية مرهون بالأحداث المتعلقة بمستقبل قطاع غزة وليس بمستقبل الضفة الغربية وليس بمستقبل قطاع غزة وأن ما يجري في جنين هو إبروفا لما يمكن أن يجري في رمالة وفي الخليل وفي نابلس وفي أريحة وفي كل المدن الضفة الغربية طيب سؤال أيضاً محوري العين الإسرائيلية على محاولات ضم الضفة الغربية وقضم الأرض والتخلي عن المسئولية عن السكان بشكل أو باخر وتعميق منظومة السيطرة والتحكم الإسرائيلية الإسلامارية بالشعب الفلسطيني هذا هو الجوهري في الموضوع أستاذ محمد السؤال المطروح أحاول أستغل الوقت سامحني والله ما بدي أقاطعك يا أستاذ محمد الهواش تفضل أقول أنه في الضفة الغربية المشهد مقترن بإدارة السلطة الفلسطينية والممثلة بالتأكيد بالرئيس الفلسطيني أبو مازن لكن ما الذي أنتجه حقيقة على أرض الواقع بعد الالتزام الفلسطيني بعد كل الدعوات الفلسطينية التي لطالما نادت بأنه المبادرة العربية ويعني حل الدولتين وحدود السبعة وستين والحل الدائم والشامل وما إلى ذلك حتى مع الالتزام الفلسطيني لا أتحدث عن قطاع غزة أتحدث عن الضفة الغربية المحتلة أستاذ محمد لم ينتج شيء وتجاوز الإسرائيليون وبدأوا يبرهنون وينشرون ويجسدون انتهاكاتهم كما تعلم بالضفة نعم هذا هو الموضوع الرئيسي يعني إسرائيل أغلقت الأبواب أمام ما كان يسمى بالتسوية التفاوضية مع الفلسطينيين وحتى مع العرب وتخلوا عن فكرة التسوية التفاوضية وحاولوا فرض حل إسرائيل للقضية الفلسطينية من خلال القوة والقوة فقط واستعانوا أيضا بقوة الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات الرئيس السابق دونالد ترامب الذي حاول فرض ما سمي بصفقة القرن وهي يعني إعطاء الإسرائيل حق ضمن الضفة الغربية أو ضمن أجزاء كبرى من الضفة الغربية وإبقاء التجمعات السكانية الفلسطينية معزولة وهذا الحل رفضه الفلسطينيون وبناء على رفض الفلسطينيين لهذا الحل الإسرائيلي الأمريكي المشترك نشأت مشكلات عميقة جدا قاطعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطة الفلسطينية وقاطعت المنظمات الدولية التي تقف إلى جانب السلطة الفلسطينية وهدد الدول أيضا بأن لا تقف إلى جانب السلطة الفلسطينية وصمض الفلسطينيون وتمسكوا بمواقفهم تمسكوا بحقهم في دولة فلسطينية حقهم في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وليس بالتسوية التفاوضية التي انهارت وأهال الإسرائيليون عليها التراب منذ مقتل الرئيس واغتيال الرئيس ياسر عرفان منذ ذلك الوقت حصلت فقط محاولة وحيدة كان لدى الفلسطيني أمل أن تنجح هذه المحاولة في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمارت وعندما اقترب الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي من التوصل إلى تفاهمات تقرب إلى التسوية إنهارت هذه التسوية وإنهار الاتلاف للحاكم في ذلك الوقت وجاء بن يمين نتنياهو ورفض كل مبدأ التسوية الحاوضية والإسرائيليون هم الذين يتحملون المسؤولية في هذا الموضوع والشعار الفلسطيني الآن بات هو شكرا يا أستاذ محمد هواش يعطيك العافية إنهاء الاحتلال شكرا جزيلا إذا من رام الله المحلل السياسي محمد هواش شكرا لحضرتك قالت مصادر مصرية إن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع إسرائيل لوقف الهجوم على جنين فيما تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا يوم غد لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثب الوضع في الضفة الغربية أشار إلى أن البيت الأبيض يدعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها أمام الجماعات الإرهابية إلى ذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق زاء التطورات الجارية في مدينة جينين بالضفة الغربية حيث شنت القوات الإسرائيلية هجمات بطائرات مسيرة في واحدة من أكبر العمليات في المنطقة منذ عشرين عاما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان إن الأمين العام أكد أن جميع العمليات يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وبدورها قالت الخارجية الأمريكية وذكرت أنها تتابع عن كثب الوضع في جينين داعية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين وعضافت أن أحداث الضفة الغربية تسلط الضوء على أهمية عمل قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية ثقيفت أن تتابع gemacht الضفة الضفة الضفةigos آمن الإشارة الأمريكية آمن الإطار سليدي ومباشرة من جنيه ينضم إلي مراسئ الحدث عبد الحفيظ جعوان لعلنا بالإفادة السابقة عبد الحفيظ كنا نتحدث عن الاستعداد للمرحلة الثانية من هذه العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على المخيم ماذا بخصوص ذلك نعم ما زالت العملية العسكرية الإسرائيلية متواصلة وما زلنا نسمع بين الفينة والأخرى أصوات إطلاق نار وسيارات الإسعاف التي تتجول بشكل كبير داخل المدينة والمخيم في محاولة لإخراج مصابين قبل قليل أعلنت التواقم الطبية عن ارتفاع عدد الضحايا إلى تسعة بعد أن سلم الجيش الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان شاب على ما يبدو أنه قتلته غارة إسرائيلية خلال هذا النهار وكان في مكان محتجز فيه مع الجنود الإسرائيليين عدد الإصابات أيضا كبير بعضها إصابات خطيرة للغاية نقلت إلى عدة مشافي الجيش الإسرائيلي يتجول الآن يعني بعد أن فصل المخيم ما زال هناك بعض الحارات داخل المخيم لم يصلها الجنود الإسرائيليون ويتحصن فيها عدد من المقاتلين الفلسطينيين الذين يواصلون الدفاع عن المخيم وكانوا قد أصدروا بيانات قال أنهم لن يستسلموا وسوف يدافعوا للرمك الأخير الجيش الإسرائيلي أجرى عمليات اقتحام واسعة لعدد من البيوت وقاموا باعتقال عدد كبير من الفلسطينيين أجرى معهم عمليات تحقيق ميدانية منهم من أخلي سبيله ومنهم من بقي رهنة الاعتقال إضافة لموضوع تهجير عدد أيضا آخر من السكان الفلسطينيين نتحدث عن نحو 3000 فلسطيني من النساء والأطفال والشيوخ تم إخراجهم من بيوتهم وكانت هناك دعوات لإيوائهم في المدارس أو بعض المؤسسات أو المساجد وتوفير ظروف جيدة لمسكنهم إلى أن ينتهي أو تنتهي هذه العملية العسكرية التي على ما يبدو أنه تحاول إسرائيل أن تنهيها بشكل سريع وعاجل ولكن على ما يبدو أنها ستكون في مراحل ربما نشهد تطورا لافتا خلال هذا الليل ربما تدخل الدبابات الإسرائيلية لاقتحام المخيم بشكل كامل وبالتالي اقتحام كافة البيوت واعتقال ربما الناشطين أو ربما تصفيتهم من ذلك وفق ما الأجندة التي وضعتها الكوات الإسرائيلية لهذه العملية العسكرية والأهداف التي رصدتها لها طب عندما نتحدث الآن عن كل الأنشطة أو كل الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الطبية الهلال الأحمر والإسعاف وما إلى ذلك كيف تقوم بعمليها حتى هذه اللحظة عندما تحدث بالتأكيد عن عملية عسكرية واسعة النطاق مدرعات وهدبابات وأعداد بالألاف ما زالت في المخيم يا عبد الحفيظ نعم هناك نداءات استغاثة تصل تباعا إلى طواقم الطبية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وعمليا يتم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي بواسطة الصليب الأحمر نحن لا نتحدث عن ساحة معركة كلاسيكية عمليا يعني هذه ليست غزة وليست أي مدينة يعني الجيش الإسرائيلي كان باستطاعته دائما الوصول إلى مدينة جنين وقلب مدينة جنين ولديه معلومات كاملة عن السكان وطبيعة السكان وعددهم ولكن هذا الاقتحام الكبير يأتي في ظل يعني تعاظم قوة كثيبة جنين ووجود عدد كبير من من المسلحين وبالتالي الجيش الإسرائيلي بالنسبة إليه يعني دخول المخيم ودخول المدينة كان معتادا طوال السنتين الماضيتين وخلال الأسابيع متواصلة كان هناك عمليات خاصة إسرائيلية تجرب استمرار داخل المخيم ولكن هذا هذه المرة الأمر مختلف هناك تجريف واسع هناك فصل للمخيم وهناك محاولة لإنهاء وجود المسلحين بشكل كامل داخل المخيم التواقم الطبية تحاول جاهدة الوصول إلى بعض الإصابات داخل المخيم تفلح أحيانا ولكن أحيانا أخرى لا تفلح بسبب إما بسبب أن الطرق أصبحت مجروفة بشكل كامل ومغلقة أو بسبب وجود قناصة أو بسبب منع الكوات الإسرائيلية لهذه التواقم من الوصول وتحديدا إلى بعض الحارات التي أصلا الجيش الإسرائيلي لم يصلها وبالتالي يمنع إخراج مصابين من داخل هذه الحارات وربما الشاب الذي سلمت إسرائيل جثمانه قبل قليل للهلال الأحمر الفلسطيني كان واحدا من هؤلاء الذين قتلتهم الكوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات والقصف وبقي محتجزا ولم تستطع التواقم الطبية الوصول إليه إلا بعد عدد كبير من الساعات عندما قررت القوات الإسرائيلية السماح لتواقم الطبية بالذهاب إلى ذلك المنزل أو تلك الحارة وإخراج جثمانه منها إذن شكرا جزيلا من جنين مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان يعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مباشرة ينضم إلي من القاهرة الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أيضا معي من بروكسل الدكتور رمضان أبو جزر المحلل السياسي ومدير مركز بروكسل الدولي للبحوث أهلا ومرحبا بكم لعلي مباشرة أبدأ مع حضرتك دكتور عز العرب أنت تعلم أنه من أهم التفاهمات ومن أهم الخلاصات التي جاءت في تفاهمات شرم الشيخ وهي ما أكدت عليه أيضا بالتأكيد قبل ذلك تفاهمات العقبة منع التصعيد الأمني اليوم هل يمكن القول أن إسرائيل تتفق مع الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بشيء معين وتأتي لتترجم عكسه تماما مثال ما هو حاصل اليوم في الضفة الغربية وتحديدا في مخيم جنين بالفعل لكن هكذا هي السياسة الإسرائيلية لا تلتزم بالتفاهمات التي تبرمها مع الشركاء سواء الدوليين أو الأقليمين إلا فيما يصب مصالحها المصلحة الإسرائيلية في تلك المرحلة مرتبطة بصرف الأنظار عن موجة الاحتجاجات العميقة للغاية داخل إسرائيل في مواجهة حكومة بن يمين نتنياهو فيما يتعلق بأن كانت خلال الساعات الماضية كان يفترض أن يتم تنظيم احتجاجات بالقرب من مطار بن جوريون للاعتراض على سياسات نتنياهو فيما يتعلق بتعديلات القانون السلطة القضائية على نحو يجعله بمنأة عن نعم تعديلات السلطة القضائية فيما يطلق عليها الإصلاح القضائي فيما يجعله بعيدا عن أي مساءلة ومحاسبة قصدا فيما يتعلق بقضايا الفساد واللي عايز أقوله واحدة من أكتر الاحتياجات التي شهدتها إسرائيل على مدى عمرها منذ نشأتها هي الاحتياجات التي شهدتها بلدات إسرائيلية مختلفة منذ ستة أشهر منذ تشكيل هذه الأخوة وبالتالي هناك أهمية لصرف أنظار الرأي العام الإسرائيلي عام يجري في الداخل وتنجويه أنظاره إلى جنين في الخارج هناك تفسير آخر وهو مرتبط حضرتك بتوسيع الهجمات الفلسطينية انطلاقا من جنين وبالتالي هناك محاولة على نحو يجعل أن إسرائيل والبلدات الإسرائيلية صارت هدفا قريبا جدا من الفصائل الإسرائيلية وكان هناك تصريحات مختلفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إثمار بن غفير إثمار بن غفير للقيام بعملية موسعة لزيادة هيمنة الجيش وإحداث هيمنة عملياتية مين للدنيا؟ تمام تمام أعودنا على المقاطعة وصلة الفكرة لكن أمرر السؤال لدكتور رمضان إذا سمحت لي دكتور رمضان الذي يعني يتتبع ويلاحظ ويدقق بمجريات الأمور وكيف تسير اليوم يقول أن إسرائيل تريد انتفاضة فلسطينية ثالثة هي تريد أن تأد المبادرة العربية تريد أن تتجاهل كل المقرارات وقرارات مجلس الأمن ثلاث ثلاث ثمانية واثنين أربعة أثنين وتريد بنفس الوقت أن تحاول أن لا تجعل حتى للقيادة الفلسطينية مكانا ووجودا في مشهدية هذه القضية مساء الخير تحياتي لك وللأستاذ العرب إسرائيل تشعر بفائد كبير في القوة هناك حكومة يمين تتطرف لا تعيل انتباها لا للسلطة الفلسطينية ولا حتى لدول الإقليم هناك أجندة تسير عليها ضمن مخطط واستراتيجية واضحة لنتانياهو هذه الهجمة الغير مبررة بهذا الكم من الجبروت من استخدام هذه المعدات والقتل المباشر والتهجير القصري وهدم البيوت هي من أجل استدعاء رد فعل فلسطيني مقاوم ممكن أن يأتي عبر صواريخ من غزة أو بعض العمليات يقوم بها شباب من الضفة وهنا بيت القصيد هذا ما يريده نتانياهو وحكومته في حال كانت ردة فعل فلسطينية كالعادة بحكم السيطرة الصهيونية على الإعلام العالمي وقوة وزارة الخارجية الإسرائيلية المدعومة بولايات المتحدة الأمريكية تبدأ تمرير روايات في أنها في حالة دفاع عن نفسه وتنفي كل ما حدث أو تقفز على كل ما قمت به من جرائم ويتم تصوير للعالم بأن إسرائيل الآن هي ترد عن هجمات الفلسطينيين في هذه المرة اختلف مع ما قاله الأستاذ الفاضل عز العرب بتصحيح بسيط أن الهدف هذه المرة أكبر بكثير الحكومة الإسرائيلية الحالية هي تريد إشعال نيران لا تنطفئ في حدود الضفة الغربية هي تريدها أن تؤسس لفتيل نار يصل إلى الضفة الشرقية أي أن ما تقوم به الحكومة حاليا وفق التسريبات التي قالها نتنياهو قبل أيام أنه يريد تدمير السلطة الفلسطينية عمليا لا يوجد سلطة ولا يوجد شراكة للسلام ولا توجد مفاوضات السلام ويوجد طرف واحد هو الذي يقوم بالقتل والاعتقال والاستيطان وبتدمير وبمسح حوية الفلسطينية من الضفة الغربية ولكي تكون الأزمة تخدم استراتيجية اليمين المتطرف يجب أن تتعدى نهر الأردن ولن تكون لها يتأتى لها ذلك إلا بارتكاب جرائم وتهجير قصري مثل ما حدث اليوم في جنين وهذا عمل مصغر وأكد لك أن ما حدث في جنين هو أقل القليل ويمكن وحتى لو لم يكن بعض المقاومين ونجدين في مخيم جنين لاخترعت إسرائيل مكانا آخر بدون لمهاجمة وتنفيذ نفس هذه السيناريو لأن دولة الاحتلال لم تستطيع أن تتوسع منذ عام ٤٨ إلا في الأراضي المخرغة من السكان طيب دكتور عز العرب إذا سمحت لي هنا أيضا وقفة في غاية الأهمية أنت تعلم أن هناك اتفاقات ومعاهدات مثلا الأردن ومصر مع إسرائيل اليوم هذه المعاهدات أو هذه الأطراف تلعب أدوار مباشرة بالوساطة أو الحديث المباشر مع الإسرائيليين في سبيل تجسيد أي تهديئة يعني إذا اشتعلت جبهة غزة تتدخل مثلا مصر وإذا اشتعلت مثلا جبهة الضفة الغربية مثلا تتدخل الأردن اليوم إسرائيل هي هل تريد حتى أن تلغي الدور المصري والدور الأردني تتجاوز على هذه الأدوار أو هل هي أصلا لم تعد بحاجة إلى مثل هكذا أدوار وتريد أن تجسد الإجراءات الإسرائيلية أحدية الجانب؟ أنا أتفق مع الأخ الكريم فيما يتعلق بأن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تستشعر بفائد كبير في القوة لا يهمها سوى تحقيق هدف رئيسي لا أعتقد يرتب بالدفة الغربية أو دفة الشرقية وإنما تصفية القضية الفلسطينية دون إلى اهتمام لتدخلات إقليمية سواء تقوم بها القاهرة أو عمان ومن الواضح حضرتك حتى المسألة تتجاوز ذلك بكثير منذ ساعات وعندما نتأمل خطاب بنيمين نتنياهو في الصفارة الأمريكية بالقدس على هامش الاحتفال بيوم الاستقلال هو يحكم الدعم الأمريكي الذي قال فيه بالحرف الواحد إنه لا يمكن الاستغناء عنه أو إيجاد بديلا له وبالتالي غياب الدور الأمريكي مع محاولة إحراج الأطراف العربية وفي مقدمتها مصر وفي مرحلة أخرى الأردن علاوة على إحراج الدول العربية التي مضت في قطار التطبيع منذ سلسة أعوام دولة الإمارات المغرب مملكة البحرين لا تبالي إسرائيل بذلك لأن النسق العقيدة للقيادة السياسية والأجهزة الأمنية في تلك الحكومة هو التطرف الحاد الذي لا يمكن أن يمنع أي شيء قصة كما أشرت في بداية حديثي هناك موجة اعتراض بلغة الصعوبة تكتاح مضم إسرائيلية عديدة يحاول نتنياه وصرف الأنظار عنها الأكثر أهمية أنه بدأ أن يكون هناك وجهة نظر داخل الحكومة الإسرائيلية المصغرة والجهات الأمنية أن سمت خطر نابع من منطقة جينين على نحو يستوجب استخدام القوة وصعة النطاب لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن منذ الانتفاضة الثانية في عام 2002 ويتم استخدام هذا الكم من الجنود من الطائرات المسيارة من الأيات العسكرية من المدرعات تمام تمام سمحني بس أحاول أن أقسم الوقت ويكون حوار بشكل أفضل إذا سمحت دكتور رمضان ننتقل للجبهة الداخلية تحديدا بإسرائيل هناك من يسأل نتنياهو هل الرجل اليوم يجازف بكل شيء في سبيل التهرب مثلا من المحاكمات وكل الإجراءات القضائية ضده هل مستعد لأن يتحمل كثيرا كل من سموتريتش وبينكفير الذين يظهران اليمين المتطرف رغم اعتراضه على بعض هذه الإجراءات ليس دفاعا عنه ولكن يعني بعض التصريحات قالت أنه أصبح مثقلا بسموتريتش وبينكفير هذا المفهوم الخاطئ للجميع من يعرف نتنياهو جيدا يعرف جيدا أنه أغشد تطرفا من سموتريتش وبينكفير نتنياهو هو أستاذ التطرف قبل أن يدخل سموتريتش وبينكفير لأول حكومة عام 96 بعدما خلف باراك أوباما كان وضع استراتيجية طويلة المدار تقصد يهود باراك يهود باراك بالآسف منذ خلافته ليهود باراك عام 96 وهو وضع استراتيجية متطرفة للتخلص من كل اتفاق أوسلو ومع برام هوربين مع الفلسطينيين هذا النتنياهو أقدر بكثير مما يعتقد المحللون وهو شديد الذكاء ويعرف العقلية الإسرائيلية جيدا بالمناسبة حتى لأنه نذهب بعيدا بما يتحدث من مظاهرات وأحداث داخل إسرائيل يجب أن يعلم الجميع على الأقل المشاهد العربي أن فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة وعمليات جيش الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المجتمع الإسرائيلي بشقايه المختلفين في السياسة الداخلية هم متفقان على ذلك فلا يجب التعويل على الخلاف الإسرائيلي وكأنه سوف يخلق متنفسا وراحة للفلسطينيين طرفان متفقان على ضرورة قتل الفلسطينيين من حين إلى آخر وهذه استراتيجية ومناجية إسرائيلية لكن فيما يتعلق بنتنياهو من الذكاء الشديد الذي استخدمه هذا النتنياهو أنه جلب موتريش وبنغفير للحكومة لإظهار للعالم بأنه هو حمامة سلام وسط سقور وفي الحقيقة أنه أكثر تطرفا وما كان بإمكان أحد من هؤلاء الوزراء واتخاذ أي قرار بصادرة أراضي أو بناء استيطان بدون موافقة نتنياهو ونتنياهو يريد أن يصور للعالم أنه هو يعمل تحت ضغط هؤلاء يعني هو لا يعارج الطريقة الاستيطانية التي يطالب بها كل من هو العراب هو العراب يا أخي هو العراب قبل وجود اسم متريش وبنغفير في هذه الحكومة كان نتنياهو رئيس لعدة حكومات هل توقف الاستيطان؟ هل توقف قتل الفلسطينيين؟ هل توقفت إجراءات إسرائيلية لتصعيم الحياة على الفلسطينيين وحصار غزة وحصار الضفة الغربية؟ دكتور عزة عرب معي دقيقة ونص وسؤالي متعلق بموقف الإدارة الأمريكية تعارض الاستيطان واليوم تقول أنه يجب أو من حق إسرائيل أن تدافع عن شعبها ويجب أن تعمل مع السلطة الفلسطينية معا لا يمكن التعويل على موقف الولايات المتحدة للأسف لكن سوف يكون من الوقاية بالنسبة لمصر أن تحاول أن تقيم محادثات أن تحاول تستعين بالولايات المتحدة لكن في ظل هذا الاختلال في موازين القوة لصالح إسرائيل مع وجود حكومة يمينية متطرفة يكون الوضع بالغ الصعوبة بشكل كبير عدم القدرة على توفير حماية لشعب فلسطيني أعزل أزمة في الرد من جانب لأن بنيمين نتنياو يريد إشعال الوضع بدرجة أكبر يريد أن تمتد النيران إلى مناطق مختلفة يريد على الجانب الآخر أن يتم إشعال انتقاضا جائزا حتى يكون لديه حرية الرد الواسع إذن من القاهرة دكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أيضا من بروكسل دكتور رمضان أبو جزر المحل السياسي ومدير مركز بروكسل الدولي للبحوث شكرا جزيلا لكم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن مختلف الأجهزة الأمنية تعمل الآن في قلب مخيم جنين وأكد أن إسرائيل سوف تستهدف أي منطقة يصدر منها خطر يهدد أمنها في الأشهر الأخيرة تحولت جنين إلى ملجأ للإرهاب ونحن لسنا مستعدين لتقبل ذلك ونريد وضع حد لهذا في هذه الساعة جيشنا يعمل بقوة وبإسرار في جنين جنود وحدة الكوماندو وحرس الحدود وسلاح الجو وقوى أخرى يعملون الآن في قلب مخيم اللاجئين بجنين يعتقلون المخربين ويدمرون المقرات والمختبرات الخاصة بهم لا أماكن محصنة للإرهاب في غزة أو الضفة أو في مكان آخر نحن نعمل ضد المخربين لمنعهم من المسيب الأبرياء نحن نرسم معادلة جديدة لمواجهة الإرهاب كل من يخطط لقتلنا مكانه إما في السجن أو في القبر إلى ذلك قررت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني كما قررت استكمال الانضمام إلى باقية المنظمات الأممية والدولية وتقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية وطالب رئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولية بتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على إسرائيل وبالذات ما يجري اليوم في مخيم جنين البطل ومدينة جنين الباسلة فإننا نجدد طالبتنا للمجتمع الدولي بوجوب توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا وفرض العقوبات على كيان الاحتلال وإدانة هذا العدوان الإرهابي وأمام هذه التحديات والمخاطر التي نتعرض لها فقد دعوت اليوم القيادة الفلسطينية للاجتماع كما أدعو الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة لاجتماع طارئ لمواجهة هذه المخاطر قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية إن تل أبيب تأمل بأن لا يمتد القتال لجبهتي غزة ولبنان وأضافت أن هناك إجماعا على المستوى السياسي والأمني في إسرائيل حول استمرار عملية جنين مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود أهداف في جنين تزال إسرائيل عازمة على تحقيقها قالت الصحة الفلسطينية إن رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اخترق نوافذ مستشفى الأمل في جنين بما عرض حياة المرضى والتواقم الطبية للخطر مضيفة أن قوات الاحتلال منعت الإسعاف من نقل امرأة حامل ومارست تضييقات على عمل كوادر الإسعاف عشرات الفلسطينيين بين قتيل وجريح نقلوا إلى مشافي مدينة جنين بصعوبة بالغة حيث منع الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف من الدخول إلى مخيم جنين لإجلاء المصابين فيما نشدت المؤسسات الطبية الفلسطينية المجتمع الدولي للتدخل من أجل توفير ممر آمن للمركبات الطبية مئتا مركبة عسكرية إسرائيلية اجتاحت المخيم في عملية هي الأولى بهذا الحجم منذ العام 2000 وطالت البنية التحتية في المخيم حيث تم تجريف الطرقات وقطع الماء والكهرباء عن أجزاء متفرقة من المخيم فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية ستستمر حتى تحقق أهدافها بالقضاء على المظاهر المسلحة داخل المخيم من أمام مخيم جنين خالد القاسم الحدث موسيقى 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 5, 4, 3, 2, 1 مستمرون في هذه التغطية وعلى رأس الساعة تنضم إليكم رول الخطيب ومعنا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة